يا جماعة أنواع الحج ثلاثة أولاً الإفراد والمتمتع والقارن الإفراد أنك تحرم بالحج واحدة وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك حج المتمتع أنك تعمل عمرة في أشهر الحج بعد ما تخلص العمرة تتمتع يحلل لك كل شيء كنت ممنوع منه لما أنت كنت محرم ليوم تماني من ذي الحجة فتهل بالحج من مكانك أما القارن يعني تقرن يعني تجمع العمرة مع الحج تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة في حج تعتمره تحج على المتمتع والقارن هدي الهدي هي ذبيحة من غنم أو بقر أو إبل وإذا ما عندك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ملاحظة كلمة الحاج ما بتكون إلا ليلي لابس ملابس الإحرام المهل بالحج يعني قال الله أجعلتم سقاية الحاج أما بعد ما يخلص الحاج ويرجع تقول له يا حاج فهذا مو صحيح أنا ما سمعت الحاج أبو بكر ولا الحاج عمر ولا الحاج عثمان ولا الحاج عائشة هذا والله أعلم سلام عليكم